ملك الملوك حالما تطأ قدما صاحب الجلالة أول مدينة بعد طهران سنشعل ناراً تطاول كل مؤيدي تأميم النفط وسوف نجعلهم يتخلون عن قرارهم يريدون بحجة استقبال الشاه ومنعه من السفر لخارج البلاد أن يجروا البلد إلى الخوف يجب عدم السماح بتنفيذ هذه الخطة لهذا علينا الاستفادة جدياً وقدر المستطاع من هذا الحدث للقضاء على النحط قلت لنفسي تأموناً ببدء السنة الجديدة قد تقرر إعادة النظري في وضع الجنرال زاهدي حسناً ليفرجوا عنه أخبرهم بالبدء قلت لنصبح بخروج جلالته أخبرج يا مصدق هيا اخرج من مكانه أخبرج يا مصدق سنذهبوا من الباب الخلفي لقد فر مصدق هيا توجهوا نحو بيته ألموه دي مصدق قائد الشرطة يتكلم فلتستنفر كل الوحدات على الطريق ألموه دي مصدق ألموه دي مصدق ألموه دي مصدق لم يعد هذا المكان آمناً بالنسبة إليك حياتك في خطر قد يقتحم بعض الأوغاد البيت في أي لحظة أفشار طوس أحمق أنت الذي تأخذ أوامرك من صاحب الجلالة هل تقف في الأعلى لتنوح على نفسك وتبربر وتسرثر سأتي بنفسي وأقطعكم إرباً إرباً اخلعوا الباب ألموه دي مصدق 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 والآن حان الوقت لكي تعلن أنك صرت النظر عن هذا السفر نهائياً ألقوا القبض على شعبان جعفري حاضر سيد هذا الدين نفسه هو الذي يسبغ لنا التخلف أمير خسره لقد تغيرت كثيراً تعال إلى المستشفى ألقوا ليس جيداً فقدت وعيها بالكامل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ایران به خاک خسته تو ساگند به بغز خفته دماوند که شوق زنده ماندن من به شادی تو خرد پیوند به شادی تو خرد پیوند ایران اگر دلتو را شکستم تو را به بند کینه بستند چه آشغان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند 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 اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة نعم موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسیقى 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 أین انت يا سيدتي؟ موسیقى كل ما رأيتك أمام هذا المنوال كأن حياتك كلها عبارة عن هذه النقوش والرسل أراك تغلقين في نقوش هذه الخيود؟ حضرة الدكتور حضرة الدكتور لا تتعب نفسك لهذه الدرجة فغبار هذه اللفائف يضر وصحتك لا تذهبين للمستشفى ولا تواظبين على أدويتك هكذا تكونين قد ظلمت نفسك دوائي هو رجل البيت وشفائي مصباح هذا البيت أتريد مني أن أذهب وأعود في وقت لاحق نعم لست على مكرا أراك لاحقا من شاء الله إذن عن أدنك عزيزي يا دكتور كم تؤلمني هذه أهلاً ماذا حدث؟ إنها ركبتي كنا نتمرن ثم تسلقت السلم لا أعرف ماذا حصل لركبتي التوت فجأة حسناً قم واجلس هناك وارفع قدمك نحن أطباء العيون أحياناً توجد في معداتنا الطبية أشياء تنفع تؤلمني جثيراً حسناً أنت مستعد؟ نعم ماذا تريد أن تفعل؟ أبعد يدك أتضربك آفراً يا دكتور؟ طيف طيف ليس لدي وقت إن لم يكن بها شيء فقد الحقت بها الضرر يقولون أعطي الخبازة خبزة ولو أكل نصفه صدق القدماء دكتور لدينا مقطع صغير نعمل عليه لأستاذ المسرح الكبير موليير تحت عنوان طبيب رغماً عنه كوميدية إنها مفصلة على مقاسك شاهدها وسيخشى عليك من الضحك حالياً فإنما يناسب وضعي بحسب قولك هو الفن التراجيدي لا الكوميدي تراجيدي نجعلها تراجيدي لأجلك نحن نخدمك أنت دكتور دون غيرك صدقني إن كنت تريد الكوميدي فليكن وإن كنت تريد التراجيدي فليكن رأيت كيف أضحكتك يا دكتور خبر ساخن آخر خبر هيا واشتروا صحنيفة قدما حسين علاء وزير البلدس قالت خبر ساخن بل تكون خاتمة الأحزان يا دكتور وزير أشكرك كثيراً خبر ساخن خبر ساخن آخر خبر مرحباً يا سيد مهرتان أهلاً لقد أقيل حسين علاء على الرحب والسعب خبر ساخن آخر خبر هيا واشتري صحيفة حسين علاء وزير البلدس قالت خبر ساخن هيا اشتري صحيفة سيد محمود هل سمعت أخر الأخبار؟ الأخبار تقول لقد استقال السيد حسين علاء وعين مكانه السيد أبو القاسم النير إذن مصدق بدل وزير البلدس نعم غيره يا سيد محمود هتريد أن تقي هذه الصحيفة عندك؟ من غير إحراج أنا ذاهب إلى أين؟ سأشتري صحيفة زجاج دكاني متسف المزيطة ماذا تفعلين هنا؟ يا لخلقك سيء أتيت كي أقدم التعازي مهما يكون فقط كانت حماتي لمدة ورأى ماذا تسعين؟ ورأى رجل لم أعرف قدره في السنوات السابقة أنا رجل متزوج ولدي طفل تأخرتك أنا عليك أن تقولي هذا الكلام في اليوم الأول أنا لم أطلب منك شيئا فقد أتيت لأعزيك كان بإمكاني أن آتي إلى التعزي أمام زوجتك تتحدث معي وكأننا لم نكن زوجين في السابق نعم في السابق شكرا لتعزيتك ماذا بعد؟ شكرا لاتنا شكرا لاتنا شكرا لاتنا شكرا لاتنا في الظروف الرهنة يعد إخراج الحكم من قبضة مصدق أهم من أي شيء آخر هذا الرجل ومع هذا الإجراء الذي اتخذه يصبح أكثر ادعاءا حتى استقالة حسين علاء كانت بضغط منه علينا أن نزحزح مكانه في أذهان الناس من خلال عمليات ما على سبيل المثال فليغططف أحد المقربين منه ونلقي الذنب على رئيس الوزراء تحت عنوان أن مصدق حاول الإنقلاب على الحكم وقد عارضه ذلك الشخص لذلك أصدر مصدق أمرا باختطافه من سيكون ذلك الشخص؟ أقرب شخص لمصدق فائد الشرطة الجنرال أفشارتوس فلتأخذوا حذرك شخص للمتقدم بقيد لو كنت مكان الدكتور مصدق لقمت بانقلاب بالتأكيد خصوصا في هذا الوقت أن كل البلد يقف معه وحتى الجيل قد يكون ما تقوله صحيحا أيها الجنرال لكن الشاه له رجاله تذيه القدرة بالإضافة إلى أن بريطانيا وأمريكا تقفان معه لكن الأمريكيين يقفون في صف رئيس الوزراء من أنتم؟ من أنتم؟ يا سيد خطيبي دعوني وشاني اتركوني دعوني وشاني اتركوني اغرزها لا تتحرك خطفوا أفشار طوس؟ ولكن أين كان؟ في منزلي حسين خطيبي ماذا كان يفعلوا هناك؟ فلتفتش الشرطة تفتيشا دقيقا لتلك المنطقة بالكامل مع مكافأة خمسين ألف تومان لمن يأتي بخبر عنه تعرك يا دفتري ماذا نفعل بحسين خطيبي؟ ألقوا القبض عليه فورا لا ذنبلي أنا بريء أين تعخذونني؟ إلى أين تعخذونني؟ دعوني اتركوني لماذا؟ لماذا تلحقون لاذا بي؟ أنا بريء إلى أين تذهبون بي؟ لماذا تلحقون لاذا بي؟ اخرس أيها الأحمق اصبت أخ لقد ضربت كثيرا هذا يكفي أرجوك يكفي اختصفوا قائد الأمن العام للبلاد في عقر دارك أتعلم ماذا يعني هذا الكلام؟ هيا خذوه إلى غرفة التحقيق خذوه بسرعة يا صاحب الجلالة أخذوا اعترافا من حسين خطيبي تسرب أمر اغتطاف أفشار طوس علموا أننا نحن الفاعلون لقد قاموا بالقبض على أردشير زاهدي ونصر الله زاهدي أخوي الجنرال زاهدي هل قال خطيبي عني شيئا؟ لا يا صاحب الجلالة لأن فضل الله زاهدي هو فقط من يعرفه الخطة لكن لا تقلق أبدا فهل يجرؤ أحد ما على أن يتعرض للملك؟ هل ميت أنا؟ نعم ماذا؟ ماذا حدث؟ للأسف فقد قتل أفشار طوس لقد وجدوا جنثته لم نتفق على هذا من السيء أنه جرى قتله عليكم أن تنشروا في صحفكم أنه لعدم قبول أفشار طوس بخيانة جلالته اختطفه الدكتور مصدق وأمر بقتله هناك العديد من الأبرياء يعترفون تحت التعذيب لتلسق تهمة قتل أفشار طوس بهم اعتقل الجميع يختطفون قائد الشرطة في حكومتي ثم يقتلونه ويرسقونها بالحكومة تلقاعد زاهدي علي زهري مير أشرفي مظفر بقائي العميد مزيني العميد منزه والعميد مهيندور اعتقلهم جميعاً اعتقلهم اشتركوا في القناة ليس من الجيد أن نخرج من المجلس حتى إشعار آخر ألقي القبض على العميد مزيني والعميد منزه والعميد مهيندور وهم يسعون ورائي سأستفد من حسانتي أنا والسيد زاهدي لن نخرج من المجلس ألمت أنهم وضعوا خطيب تحت التعذيب وكذلك ابن عمي نصر الله زاهدي التعذيب من شابور ريبورتر إلى الاستخبارات البريطانية تأزمت الأوضاع في إيران كثيراً لقد طلب الدكتور مصدق مساعدات مالية من أمريكا عدة مرات لكنه يواجه الرفض من تلك الدولة في كل مرة لقد أفشت الصحافة الأمريكية أمر رسائل مصدق إلى رئاسة الولايات المتحدة التي أدت لتضليل الرأي العام حتى على المستوى الدولي ومن ناحية أخرى فقد احتدم النزاع بين الدكتور مصدق وآية الله كاشاني نحن نسير طبقاً للخطة وقد عرض مشروع الانقلاب على مصدق على وزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية وجهاز الأمن البريطاني لتتم الموافقة عليه من المقرر أن يبحث هذا المشروع بواسطة عميلنا أسد الله رشديان والسيد كروميت روزفيلد مع أخت الشاه أشرف شخصياً وذلك في فرنسا مكان إقامة أخت الشاه أشرف بهلوي مع العلم أنه قد نشرت شائعة انقلاب مرتقب للحزب الشيوعي على مصدق من خلال صحيفة بارس ومن جهة أخرى فقد أصدر وزير الخارجية الإيراني الدكتور حسين فاطمي أمراً بإغلاق وكالة اليهود في إيران ترقبوا بسالة اللاحقة انتهى قدمها 24 شخصاً من ممثلي اتحاد النهضة القومية استقالة جماعية دعماً لمصدق يريد مصدق أن يحل المجلس يا سيد هندرسون إن استطعت أن تكسب تأييد النواب فلن يقدر مصدق على حل المجلس أبداً لأنه لن يعود أحد يستقيل حتى يبلغ عدد النواب الحد الأدنى بالتأكيد حتى لو حلوا المجلس فسيعود بالنفع علينا سيزاح حاجز آخر عن طريقنا وسيقوم الشاه بتنحية مصدق بسهولة أكبر على ملك إيران أن يتعاون معنا فحسب وإلا فسنواجه الكثير من المشاكل سيد وودهاوس يكفي أن يطمئن الشاه لدعمنا له ولمستقبله لتأمين هذا المشروع سأغادر إيران بسرعة لأكسب دعم أصحاب المشروع الأصليين للشاه أنا متضايقة سوف أذهب ماذا حدث يا ثريا؟ سأمت من هذه الحياة فقد عزل مصدق كل حشيتنا كل يوم يمضي تصبح الحياة هنا مملة أكثر لم تسنح الفرصة أن نذهب برحلة العمل الوحيد الذي أقوم به هو أن أقوم بجولات في دور اليتامة ستحل مشاكلنا بأسرع وقت لقد اتخذت إجراءات جديدة لمستقبل حكمي إن وفقت بإقصاء مصدق عن الساحة فسأحكم بالقوة المطلقة لماذا لا نستفيد من أشخاص جدد ليساعدونه؟ مثلا من؟ مثلا ابن عمي تيمور بختيار قائد اللواء المدرع في كارمن شاه حاليا إن تتذكر ففي أحداث أذربيجان كان قائد الحروب وكان قائد الميليشيات وحروب العصابات وأمور من هذا القبيل لقد سمعت عنه الكثير تيمور بختيار لدي خبر مهم الجنرال نجيب والعقيد جمال عبد الناصر قام بانقلاب في مصر لقد سقطت حكومة الملك فاروق ابعثوا رسالة للتهنئة باسمي للحكام الجدد في مصر هناك خبر سري آخر علي إخبارك به في خلوة الولايات المتحدة وافقت أخيرا على الانقلاب على مصدق أرجو ألا يحدث أمر سيء كم سيتحمل الأبرياء التعذيب من أجل ذنب لم يقترفوه هذا يقول إنه لم يقتل أفشارتوس وهم يريدون أن يعترف أنه قتله يجب على السيد مصدق أن يجيب عن هذه الوحشية اسمع يا سيد زهري الكل يعرف حسين خطيبي أي تعذيب هذا؟ لن نصوط لتعذيب هؤلاء عن طريق سماع بضعة أخبار إذاعية إجنبية وقطعنا وعلم يجب أن تستجوب حكومة مصدق السيد مصدق هو من عليه أن يجيب عن هذا لا حسين خطيبي وأولئك الذين يقتلون تحت التعذيب ما هذا الكلام؟ هذا لا يجوز ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ لا يجوز لا يجوز يا رجل واضح للعيام من قتل عبكة فتو لا يجوز 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 وليس دستوريا تباً للمجلس إذا أراد استجواب حكومتي سأحل هذا المجلس ليس لدينا غير هذا الحل حضرة الدكتور أغلب النواب والزملاء هم الآن من أشد المعارضين لك قبضوا النقوداً جرى شراؤهم يا سيدي حتى أولئك الذين منحوك ثقة اسحب البساطة من تحت أقدامهم قبل أن يقدموا يا خالي العزيز ذلك الدنيء زاهد اختبأ في عش الدبابير خوفاً من أن يلقى القبض عليه شوها سمعتنا العديم النخوة طلبت من رئيس المجلس الدكتور معظمي لإقناعه بطريقة أو بأخرى لإخراجه سيدي وصلنا الآن أن خمسة وعشرين شخصاً قد قدموا استقالتهم تبعاً لتكتل النهضة القومية وكل ذلك دعماً لك سيدي نحن نقترب خطوة نحو حل المجلس لقد أخذ الدكتور معظمي عهداً من مصدق بأنه إذا خرجتم للمجلس فسيغضون النظر عني بشأن قتل أفشار توس الأحمر يريدون إخراجي هكذا ثم يعتقلونني بتهمة أخرى لم يعد للبقاء في المجلس أي فائدة سوف يحميك الأمريكيون اختاروا عشرة أماكن لك من بيت مقدم إلى حديقة كابارييلو كولوس إلى حديقة قلهاك أميراني إلى بيت الجنرال تينورمان وصولاً إلى بيت ماكي كلوت سيغيرون مكانك لدرجة أنهم لن يصلوا إليك حقاً لقد اختاروا حديقة شاميران كأنسب مكان لك متأكد أن مكاننا آمن؟ أجل سيدي عندما ترى الوقت مناسباً في باتصال واحد فنغير مكانك أن رجال المباحث وعناصيرها في قبضتنا كن حذراً كي لا تعتقل انطلق ستجد حقاً سهلاً 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 موسيقى ایران به آتش میکشه خانوشی تاریخ را پشیار قایان میده مدهوشی تاریخ را ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده مرد و زنش تلفیقی از عبری شم و آهر شده ایران پرست از آشقان این گنجهای بیشمار مرزیست پرگو هر ولی برنجهای بیشمار مرزیست پرگو هر شده 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 موسيقى 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 موسيقى